يعد التمر جزءا مهما من المائدة الرمضانية لما يحتويه من عناصر غذائية يحتاجها الجسم بعد صيام طويل لذا يتهتف الناس على شراء التمور قبل حلول شهر رمضان ويضم سوق التمور أنواعا عديدة فما هي أفضلها وما الأسس التي يجب علينا أن نتبعها عند شراء التمر للمزيد ينضم إلينا من دبي عماد عيسى مدير مصنع التمور سيد عماد أهلا بك يعني خلني أسألك هاي حشتري تمر ورمضان هل تمر خاص ولا كل إنسان حسب دوقه وبالتالي كيف أختار نعم أول شي صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين بالنسبة لاختيار التمور بيرجع عادة للذوق العام لكل شعب كل فئة من الناس أو حتى كل شخص ولكن بشكل عام فيه اتفاق كبير على أنه معظم الناس بتحب تمر لخلاص مثلا في منطقة الخريج في بعض الدول مثل الكويت يحبوا البرحي أكثر من الخلاص دول أخرى تحب السقعي فحسب الاهتمام أو المنطقة أو الشعب اللي موجود في المنطقة وحسب الأصناف اللي تجود فيها الحقيقة طيب قبل أن نتعرف على أنواع سيد عماد بس لو لنا نبدأ عن الموضوع هل تختلف من بلد إلى آخر نوعية التمور يعني في مثلا الطمر اليمني أو الطمر السعودي كيف تختلف وكيف يمكن التفرق ما بينهم نعم بالتأكيد الخلاف بيكون حسب العوامل الزراعية اللي موجودة بكل منطقة حسب قربها من البحر أو بعدها حسب نوعية التربة وأساسا في كل منطقة بتجود فيها أصناف معينة فمثلا لو بدنا نزرع مثلا الصنف الصقعي في جنوب المملكة العربية السعودية مثلا ما راح يكون بجودة منطقة القصيم أو منطقة الرياض أو حتى إذا زرعنا الخلاص في منطقة قريبة من البحر بيكون لونه أسود أو غامق شوي نوعا ما مثل التمر الحساوي بينما في المنطقة الصحراوية مثل القصيم راح يكون لونه أشقر أو أصفر يعني ذهبي عادة خليني أرجع إلى سؤالي مرة ثانية كيف أختار يعني اليوم كل محل يبيع كيلو السكري غير عن هذا هذا ربما أغلى أنواعه من التمر كيف أختار أنا كشخص رايح أني أنا أختار ما أحتاجه لرمضان أول شيء أستاذ عادل تشوف مدى الجودة أو التزاجية يعني أنه التمر يكون طازج أو هو مخزن من سنة أو سنتين هذا فيك تعرفه من الاستبار بسيط يلا لما تفتح التمر هذه شوف التمر هذه فتحناها يتمر صقي لما تشوف اللحاء أبيض كل مكان أبيض كل مكان هو فريش أو مخزن حتى يعني نحن بعد أشهر طويلة من الموسم موسم الحصاد هذا يحبونها الأمارات اللحاء موجود باعتبار عفوا الإمارات نعم كل اللحاء ستحب الحقيقة من الأصلاف المميزة فعندك اللحاء هذا الأبيض يدل على أنه مخزن بشكل جيد بالثلاجات أو أنه تم حصاده من فترة قصيرة لكن إذا اختفى هذا يعني أنه مخزن بطريقة سيئة هذا معيار التخزين طيب سيدة عماد أنا شايفة 13 نوع تقريبا قدامك لو تكلمنا سريعا على كل نوع والأفضل والناس اللي بتروح عليه اتفضل نعم بالنسبة للأصناف نبدأ من هذا الصنف هو عجوة المدينة المنورة اللي هي ثمرة يعني مباركة تلمو في المدينة المنورة ومرغوب جدا طبعا في عندنا الصنف الخضري من الأصناف المميزة جدا في المملكة ومرغوبة عالميا باعتبار إلى مقومات كثيرة من حيث الحجم والطعم وفيها نوع من الحلاوة المتوسطة معنى كتير حلوة في عندنا صنف من الأصناف النادرة مثلا هنا عندنا صنف الفنخة هو يأكل عادة وهو رطب يعني فيه نسبة مياه عالية نوعا ما الأفضل ما أنه يأكل لما يكون جاف في عندنا هنا صنف رائع جدا اسمه الونان أو الونانة وفيه ناس يسموه التوفي لأنه له نكهة فعلا هو معروف أنه التمر له طعم حلو ولا رائحة له ولكن هذا الصنف سبحان الله فيه نكهة له مزة خاصة نجي على صنف آخر المكتومي المكتومي أيضا من الأصناف الجميلة جدا وتأكل عادة وهي هامدة يعني ما تكون ناشفة تكون طرية زي ما نشايفين هنا ويحفظ مجمد هذا الصنف فيه صنف شهير جدا طبعا هو السقعي اللي هو يحبه معظم الخريجيين والعرب عندنا صنف أيضا نبتة سيف من الأصناف المميز جدا بالإمارات والمملكة العربية السعودية أيضا يفضل أنه يأكل هو مبرد أو مجمد هنا عندنا السكري طبعا السكري له درجات وأنواع فيه منه الرطب فيه منه الناشف فيه سموه مفتل إذا كان ناشف وغالاكسي أو الرطب في حال إذا كان فيه نسبة رطوبة أعلى زي هذه التمرة هذه بالإضافة إلى اللحاء الداخلي شلون راح نقدر نعرف أنه هذا التمر جيد أختاره مرة ثانية هل من خطوات أخرى؟ اللون اللون الخارجي اللون أستاذ عادل يعني هذا الحين بين عليه أنه صار لفترة صح؟ لا هذا لأنه المنطقة المزروعة فيه تعطي هذا اللون فيه منه بيكون أصفر إذا جففناه أكثر شوف هذا الطري هو الرطب الرطب بيكون دائما لما يكون فيه ماء بيكون لونه غامق أكثر لما ينشف يعطي لون أفتح نجي هنا على صنف إماراتي الدباس يتميز أنه حلوته قليلة جداً مقارنة مع باقي أصناف التمور وصنف جداً شهير في دولة الإمارات وخاصة منطقة الظفرة هنا عندنا المبروم معروف من الأصناف المدينة المنورة عندنا هنا الصفاوي أيضاً من أصناف المدينة المنورة عندنا هنا الإخلاصي اللي هو من أهم الأصناف الحقيقة في نوع معين للحلويات سيد عماد نعم بالنسبة للحلويات أفضل طريقة أفضل صنف هو الخلاص هذول الصنفين طبعاً هذا خلاص إماراتي وهذا سعودي طبعاً فرق اللون بسبب القرب والبعد عن البحر والرطوبة النسبية للجو هذا لما ناخد منه العجينة ممكن يطلع عندنا عجينة ممتازة جداً للحلويات يعتبر أفضل الأصناف على الإطلاق شكراً جزيلاً لك سيد عماد عيسى مدير مصنع التمور كنت معنا من دبي موسيقى 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 اشتركوا في القناة